قال الإمام الغزالي وهو يرد على الفلاسفة يقول لهم أنا أعترف تماماً أنه لا إنكار للنار كسبب لا إنكار للنار كسبب لأن الحس والدليل بتاعي خلاص انتهى أدلة الحس وما ما يقدرش الدليل الظاهرة الثانية اللي هي الاحتراق أيضاً دليلها الحس نعراها فإذن لا يستطيع أن يتشكك فيها ولكن قال لهم قولوا لي أين دليلكم على أن النار هي التي فعلت الاحتراق في القطن أو لم تفعل في أمثلة أخرى فعلت أو لم تفعل أين دليلكم على ذلك حتى تقولوا أن لابد من أن النار تحرق فطبعاً ليس أمام الفلاسفة إلا أن قالوا دليلنا أنه كلما حدثت النار ولامست القطن حدث كذا فمحل النزاع كما يقول إمام الغزالي ليس تجاور ظاهرتين كلنا متفقين عليها وإنما محل النزاع هو العلاقة ما هي النوع العلاقة بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية أين دليلكم على أن الظاهرة الأولى فاعلة في الظاهرة الثانية ليằل الاحتراق الظاهرة الأولى هي النار الظاهرة الأولى هو المعترف بها طبعاً أو قال عندي ظاهرتين ونحن كلنا متفقين إنما أنا كمفكر أقول أن هاتان الظاهرتان حين تلتقيان يحدث من فاعل آخر عملية الاشتعال وقال لهم طيب يعني أنتم الآن تثبتوا للنار إرادة وعلم وقدرة مع أن النار دي جماد جماد بلا بلا يعني وربنا سبحانه وتعالى لها كوني بردا وسلاما جاب الأمثلة الثانية وده بس بقى للمؤمنين مش للآخرين ده للمؤمنين لأن الآخرين لا يؤمنوا لا بقرآن ولا ب فقال لهم طيب إحنا يعني أنتم ناس مؤمنين وإحنا كلنا يعني مؤمنين بالله وبقدرته إذا كانت النار ذاتية ذاتية وما بالذات لا يتخلف قاعدة عقلية أي شيء بالذات لا يتخلف يعني الصفات الذاتية لا يمكن تلاقي الموصوف مرة متخلة عنها لا تكون ذاتية تكون عرضية فقال لهم ما بالذات لا يتخلف وأنتم تقولون أو تؤمنون بهذه القاعدة إذا كان الإحراق ذاتي في النار قولوا لنا كيف أنها حين ألقي سيدنا إبراهيم عليه السلام خرج سلاما في جحيم منها من النار ومع ذلك أوحي إليها أو قيل لها كوني بردا وسلاما وتمتع بيها مش يعني كفة أزاء تمتع بيها بردا وسلاما أنا إبراهيم فلولا أن هناك من يقول لها احركي أو كفي عن الأحراق ضلق الإمام الغزاني من فين من أن الفاعل في هذا الكون منحصر في واحد ربنا سبحانه وتعالى وبعدين ضرب مسأل آخر وهو أنه قال لهم قالوا افهموا هذا من مثال القلم في يد الكاتب هل القلم هو الذي يفعل الكتابة هو اللي يكتب اللي بيفعل الكتابة ليس هو القلم وإنما هو الكاتب يحركه حين يريد فتظهر الكتابة يوقفه حين شاء فتنقضي على الكتابة فالمثال القلم ده فعلا مجنون اللي يقول والله هو القلم اللي بيكتب خلاص سيبه يكتب بك خلاص مش ممكن فمعنى هذا أنه هو يريد أن التوحيد المطلق القدرة أنك لا تعتقد أن في هذا الكون كائنا ما كان وكائنا من كان أن له سلطة أو قدرة إلا ما قدره الله ويجريه عليه